مرحبا بكم احد باقي تاعمل هالكوكيز الطيب يلي شفناه بالانترو اول شي بدي مية وخمسة وعشرين جرام من الزبدي او نص علبة الزبدي يلي منجيبها من السوبر ماركت بالعودي مباشرة كوب من الزيت النباتي اختاروا اي كوب انتو بتكون اياه بس شرط تكملوا كل المؤادير بنفس الكوب وبضيف عليه كمان كوب من السكر الحبيبات وبيضة كاملة ملعقة وسط من الفانيليا ملعقة الطعام مليان من النشا النشا كتير ضروري احبائي بيعطي القوام للكوكيز القوام اللي انا بديه المقرمش وبيدي برش حمضة بعد ما كنا برشنا الحمضة كتير منيح بها الطريقة بس ما ببرش البيضة البياضة بيعطيني مرار بحركن مع بعضون على الخفيف ما ضروري امزجون يعني مية بالمية مع بعض لانه هلا بعد شوي بدون ينعجنوا بس هيك على الخفيف وهلا بضيف عليهم خمس اكواب من الطحين بنفس الكوب يلي فرجيتكن ياه قبل شوي كباية لطحين بحطهم كلهم معادة شوي صغيرة وبحرك بضيف عليها هلا ملعقة من الباكينج بودر بس ملعقة وسط هلا بفرغي الملعقة بها الشكل وبضيف بقيت كمية لطحين يلي خلينيها عجنة وبعجنون بعد ما كنا عجنتهم كتير كتير منيح وتأكدت ان القوام كله تمسك مع بعضو شايفين احبائي كيف بيكون قوامو الكوكيز هيك بيكون عندي هون عجنب ادر كوب من الجوز او عين الجمال انا ضربته بالفررامي بحطوا كله وكوب من اللوز اذا عندكم اللوز بقشروا كمان فيكنوا تضربوه بالفررامي كمان ما بيأثر ونصف كوب من الزبيب الاسود وبرجع بعجن مع بعضو بعد ما مزجت كل المكونات مع بعضا شايفين احبائي صارت تتشكل معي بسهولة هلا بجيب صينية الفران حضرت عندي صينية الفران وحطيت عليها ورقة زبدة هلا التشكيل رح يصير كل اتي احبائي بدون اي اوالب واي اشيام والبكة بها الشكل بعملها بشكل عشوائي مش ضروري اعملها بين ايدي كروية لا ابدا انا بدي شاكلها هيك مجعلك متل ما بيقولوا بكل بساطة بس اني لم العجينة هيك عبعضها وبس وبحط مسافي بين كل حبي والتانية ولا اسهل من هيك في اسرع من هيك انتو قولولي يعني عن جد انا لو ما التصوير والكاميرا و وهالقصص هاي بخمس دقايق عن جد بخمس دقايق واقل من خمس دقايق بتخلص معي بشكلة كتير شيك هافكرة ما بيعزب ابدا ولا بيلبك ولا بياخد وقت اعملوا جهة تكون قدر الامكان اذا شلتوا قطعة مثلا هيك وما طلع فيها الزبيب كرمال الجمالية كرمال الشكل بس حطوا حبة الزبيب هيك بالنص تا يطلع كلهم هيك متل بعضهم شكل الكوكيز وقت بكون فيها الحبات الشوكولات احيانا انا عمشي لمن العجين وعم يطلع فيها الزبيب برجع بنقيلي حبة الزبيب وبحط فيها اسم الله طلعت كمية جدا وفيرة طلعوا عندي صينيتين وصينيت لجرانيت ما حطيت له وارقة زبدي لانه ما حتلزق لانه فيها هي اساسة العجينة فيها زبنة متل ما شفنا هلا راح حطهم بالفرن طبعا الفرن حومي مسبقا احبائي شيع المنفوقه من تحت في الناس مسم الله صينيتنا صارت جاهزة ما بدي لون اغمق من هيك هذا اللون كثير منيح اخذت مني تقريبا 20 دقيقة على اعلى درجة حرارة 180 سليسيوز و النار شاعل من فوقه منتحد متل ما ذكرت قبل شوي وهلا رح تلعه من الفرع و دخل الصينية التانية سمالة عملت كمية جدا وفيرة احبائي متل ما شفته مع العلم انو انا ما استخدمت بالعيارات كوب كبير استخدمت كباية الشاي اللي منشرب فيها شاي عالترويقة بالعادي يعني كميات صغيرة و السمالة هالكمية الوفيرية اللي طلعت عنا وهلا بعد ما كانوا برد شوي رح بلش شيلون وحطهم بالصحن هاي تاني صينية رح بلش شيلون من قلبها كمان وهي كل الكمية احبائي اسمالة كمية جدا وفيرة ما بحكي لكم عن الريحة الريحة عبت البيت عبت الشقة نزلت لطاحت على الحارة عن جد ريحتها كتير طيبة كتير كتير طيبة وبالنسبة للهشاشة ما بحكي لكم يعني انا وعم بحملها بين ايدي بحس بها شاشتها تفرجيكم كمان كعبة شايفين لونه بسم الله اخذ هاللون الاشقر الحلو ما بدي لونه اغمق من هيك وقالا يمكن تقسى معكم اذا غمقتوها اكتر من هيك اذا تركتوها بالفرن لمدة اطوال يمكن تقسى معكم تركوها هيدا اللون الاشقر الفاتح تيضل عندكم هش فكرت اذا بدي دوقا ورا الكاميرا ما حتبين ما حتبين معكم انتو هاي شاشتها فقالت بدي فرجيكم اياها هون قدام الكاميرا شايفين كيف ببساطة لسه ما اعطيتها ابدا يعني يا دوب يعني بتحطوها بتهمكم بالدوب شو بتكون احلى من هيك عنجاد وصفي ناشحة مية بالمية ووصفي جدا شاهية بنصحكم جربوها اذا جربتوها اكتبولي تحت بالكومنتات كتير عبالي اعرف رأيكم انتو وانا بالنسبة لقالي بدي دوق هاي لانو مش قادرة انتر اكتر من هيك لانو الريحة خرقت قلبي بسم الله مش حا احلف انا ما بحب الحلفان بهاك امور بس صدقا لما حطيتها بتمي دابت 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 راحت عنجاد عنجاد وصفي ولا انجح واروع من هيك وهلا احبائي رح انهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي اعجابكن وتجربوه ومتل ما قلت لكم اذا جربتوه كتبولي تحت بالكومنتات كتير كتير بتفرحوني لما بتكتبولي يا ليلة جربتو وطلع بجنن عنجاد متل ما قلتلنا ومتنسو تحطولي اكبر لايك الزر اللايك تحت الفيديو واشتركوا بالزر الاحمر اذا لسه مشتركتو تتكبر عيلتنا اكتر واكتر وهلا رح الكم باي وعا فكرة كتيري بيلبق الصبحيات تاكلوها حد فنجان النسكافي وعا فكرة كتيري بيلبق الصبحيات تاكلوها حد فنجان النسكافي شكرا موسيقى skept Lag mostly شكرا اشتركوا وا موسيقى موسيقى شكرا